اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فعل وفعل جلس الطفل وفعل وفعل نجح الطالب فعل وفعل هرب المجرم فعل وفعل عادي نعطيك فعلين فعل وفعل وانت تفهم منها الجملة خلاص ما عندي منيش نكمل هذا اسمه ايش الفعل اللازم وهو الفعل هذا اللي هو الفعل اللازم في افعال عندي افعال متعدية حتى هنها من اسم من متعدي معناها شنو ما تقدرش تفهم تقدرش تفهم المعنى لعنما نعطيك مفعول به وهو هذا اللي ينصب المفعول به شن اللي ينصب المفعول به الفعل المتعدي اللي هن هنا واحد نين تلاتة اربع عندي اربع حالات هذين افعال متعدية تعال ركز معي شن انواع الافعال المتعدية في الافعال المتعدية النوع الاول اللي هو شنو لا يكتفي بفعل فقط ما تفهمش من فعل تو زي هنا في المثال الاول والتاني فهمت بس لو طه هنا انا لو حولت المفعول به انت ما مش هتفهمه تعال ركز معي في المثال الرابع ضرب علي خالدا انا لو حولت لك خالد نقول لك ضرب علي علي شن ضرب ولا من ضرب ولا شن دار ما تعرفش مش هتفهم بس لما نعطيك مفعول به نقول لك ضرب علي خالدا هنا تفهم انت هذا لسه مو متعدي لأنه تعدى الفعل والفعل فقعد عندها مفعول به هذا فعل متعدي ينصب مفعولا به شوف المثال الأول كم بتركز هتلقاها نفس المثال التاني مش هذي جالسها الطفل هنا أجلست الطفلة الهمزة هذي عزيزي الطالب هذي يقولولها همزة التعدي هي اللي تخلي فيها تعدى في الجملة أنا لو نبي نعروبها لك هنقول لك أجلسها هذي الفعل الماضي تا هذي تا الفعل الطفل هنا المفعول به أجلسته الطفلة بس أنا كيف نعرفه متعدي ولا لازم تعال غطي على الطفلة معايا أجلسته فهمت حاجة ما فهمت الشي خلاص أنا هيقعد فعل متعدي لأنك زدت عليها مزد التعدي ثاني مثال فرحت الفائزة في المسابقة نفس اللي فوقها بس تختلف في شيء آخر فرحت تعال ركز علي حولي في المسابقة حولها فرحت الفائزة هذي جملة فعلية تامة أو لا آه والله واحد فاز في مسابقة فاز في دوري نقول لك فرحت الفائز عطيت أنا جائزة فرح بها أي حاجة جبت له هدية عشان فاز أهم شي فرحت أنت فهمتني أو لا لما نقول لك فرحت الفائزة أنت تفهمتني أني فرحت بس لما أنا نحول على الفائزة نقول لك فرحته مش هتفهم شيء بس كاني حطيتها في صيغة كيف الصيغة في المثال هذا جلس الطفله نقول لك فرح الفائزة حتفهم حتفهم تقول لي آه فرحة 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 قل لي آه فرحة أكيدا هو فاز أكيدا يفرح يا واحد يفوز يفرح فأنت شنو حتقول لي أوكي جملة تامة كيف نخشش كيف أنا خليتها تو فرحته نفس اللي فوقها هي بس شنو ما فيش همز التعدي هنا أنا فرحته تحقه عارفين الصرف ولا الصرف والوزن والكلام هذا فرحته على وزن شنو على وزن فعلته فعلته فرحة على وزن فعلة فدائما لما جيك جملة فعلية العين العين هي العين تحقه فيها لما تضعف كيف تضعف جي عليها شدة لما تضعف جي عليها شدة هتقعد الجملة متعدية هيقد عندي فعلته اللي هي فرحته العين علي وزن الرأ هنا الجملة عندي تعدت فأنت لو تبي جي تجرب وتغطي على المفعول به تقول فرحته مش هتفهم شي لما تحول صبعك من على المفعول به وتقول فرحته الفائزة هتفهم الجملة ثالث مثال عندي وقف العصفور على الغصني وقف العصفور على الغصني العصفور من طبيعته أن يضير عند زنهات وكلنا عارفين أنه يضير بس أنا لما نقول لك وقف العصفور أنت حتعرف أنه مش قاعد يضير وقف أوكي بس وين وقف وقف لوطة وقف على الغصن وقف علي سيارتي ما تعرفش وين وقف فأنت حتركز شنو مش هتفهم بالكامل أوكي فيه اللي يفهم يقول لك أوكي وقف بس مش هتفهم بالكامل أنت وين وقف ضروري أنا نعطيك نعطيك الزبدة زي ما يقولوا أنا خصصت عندي الزار والمزرور اللي هي على الغصني أنا أنت شنو لو تبي تعرف الزملة لو تبي أنت المفعول به مش هتلقى مفعول به لما تقول وقف العصفور هي كفعل 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 لازم نقدر نقول فعل لازم وقف العصفور عادي بس في حال دخول الجار والمزرور يقعد عندي فعل متعد كيف الكلام هذا وقف العصفور وقف فعل ماذي العصفور فعل أنا تعديت بالمفعول وخصصت عليها الجار والمزرور الجار والمزرور أنا حتقول حرف جر على الغصني أنا أسمها جرور شبه الجملة على الغصني هذه في محل في محل نصبي المفعول به آه شبه الجملة هذه في محل تعربها كيف تعربها فعل فعل شبه جملة في محل نصبي المفعول به على الغصن هي جايدة وكي متعدية صح بس أنت تفهم منها بالظبط وين وقف العصفور هذه الفائدة من ادخال الجار والمزرور في الفعل اللازم وزعله متعدية القاعدة سنة تقول عندي الفعل اللازم لا ينصب مفعولا به سنة هو الفعل اللازم الفعل اللازم دي هو اجتهد الباحث وجلس الطفله هذا ما عنداش مفعول أصلا ما عنداش مفعول فلا ينصب مفعولا به ما يقدرش ينصب مفعول القاعدة الثانية تقول لي قد يتعدى الفعل ها ركز قد يتعدى الفعل إلى مفعول به بنفسه ها هو هذا الفعل يتعدى إلى مفعول به بنفسه ضرب علي خالدا وقد يتعدى بواسطة مثل إدخال همزة التعدية كيف ها هي أجلست طفلة هنأتعدى هو كين جلست طفله بس أنا مخششت همزة التعدية هنا تعدى عندي المفعول به أو تضعيف العين تضعيف العين اللي هي فرحت الفائز ها هي فعلت علي وزن فعلت فرحت فعلت را علي وزن العين أو إدخال حرف جر على الاسم الذي يعتبر في حكم المفعول به ها تعال وقف العصفور على الغصني إدخال حرف جر على الاسم المجرور المتاع وتقعد شبه الجملة كلها في محل نصب المفعول به القاعدة الثالثة تقول الفعل المتعدي قد يتعدى إلى أكثر من مفعول به كيف قد يتعدى إلى أكثر من مفعول به تعال ضرب علي خالدا وحمزة وأسامة ضربهم كلهم علي مقنط وعار ويقدر يضرب خالد ضرب ثلاثة وحدين ها عندي أنا كم مفعول عندي مفعول به أول مفعول به ثاني ومفعول به ثالث هذا اللي يقول اللي تقول عندي القاعدة الثالثة الفعل المتعدي قد يتعدى إلى أكثر من مفعول به هو مش دارسنا هذا التعدي إلى أكثر من مفعول واحد بس أنا كذبين هم في القاعدة فقلتنا صرح نتوى نركز عليه أكثر لما ناخده ونكون إن شاء الله عندنا كملنا اليوم والسلام عليكم ورحمة الله